أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة وجود اتفاق يمكن القطاع الخاص بمصر والمملكة العربية السعودية من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج وخلال استقباله بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أشار مدبولي إلى ما تمتلكه الدولتان من مقاومات وموارد بشرية هائلتين مضيفا أن مصر سوق كبير للغاية وهي في الوقت ذاته بوابة لقارة إفريقيا كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تتبنى ملف تعميق الصناعة وتعظيم المكون المحلي مع وجود عدد من الصناعات المستهدفة من جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي تطلع بلاده إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية مشيرا إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعا مستهدفا لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة